السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في الفيديو الذي نجوه الجزء التالي من درس جنراليتي سوري فونكشون نمريك ووجز منطوني الطابلو دي فارياشن دي فونكشون رتابت وجدول تغيرات دالة فونكشون منطون دالة رتابة سواء اف اي فونكشون نمريك اي ان انتغفال انكليد ان دي ف لتكون اف دالة عددية واي مجال ضمن مجموعة التعريف دالة اف اف اي منطون سور اي سنفى ك اف اي خواصمين او دي خواصمين تر اي نقولوا بأن اف رتيبة على المجال اي يعني ان الدالة اف اما تزايدية او تناقصية على هذا المجال نقول كذلك اف استريتما منطون سور اي سنفى ك اف استريتما منطون سور اي يعني أن F رتيبة قطعا على المجال E تعيني بأن الدالة F تزايدية قطعا أو تناقصية قطعا على المجال E تمرين تطبيقي اتدائي المنطوني دولة فونكسون F ديفيني بار F دو إكس إقال موان تخوى سور إكس ادروس رتابة الدالة F المعرفة ب F لإكس كتساوي ناقص لتعالى إكس أول حاجة قبل أن ندرس الرتابة الدالة المعينة سوف نضع مجموعة تعريف الدالة F يجب أن نضع الدالة F كما نلاحظ أن الدالة F الصيغة ديالها مكتوبة على شكل عادة كسري إذن لدينا المقام إذن لا يجب المقام خالف الصفر إذن نكتب الدالة F تساوي حلوة الزاكولات نكتب إكس أبارتيان أقص لتلك لدينا المقام يخالف الصفر ما لدينا في المقام؟ لدينا إكس إذن لدينا إكس يخالف الصفر إذن مجموعة تعريف الدالة F هي الأنصب الر صوف الإلمان زيغو يعني ما عادة على العنصر صفري إذن لا يجب المقام يساوي الصفري الأغلبية نستطيع أن نكتبها R-0 ولكن من الأفضل نكتبها على شكل المجالات R-0 قد ندير المستقل مدرج أولا الصفر نحن لا نريد هذا الصفر إذن R كاملة ما عادة الصفر إذن من موال الأنفيني حتى الصفر من جهة ديال الموال الأنفيني التعبال أوفر أو سي جهة ديال صفر التعبال أوفر لإنما بغينا شفر 0 أعتقد أن نتعبال أعادة أعادة من 0 حتى أعادة من 0 حتى إذن أعادة 0 plus l'anfini إذن إذن لدومين de définition de la fonction F ودابا ندرسو تغييرات الدالة F سنعطي عبر واحد العنصورين مثلا X1 e X2 من الانتيرفال مثلا موال الانفيني 0 ونشوفو تلك بحيث X1 مثلا أصغر قطعا من X2 ونشوفو في التالي وشادي نلقا F2 X1 أصغر قطعا من F2 X2 أو F2 X2 أكبر قطعا من F2 إذا كانت سنعطي عبر واحد العنصوري في التالي للمجال موال الانفيني 0 للمجال موال الانفيني 0 تلك بحيث x1 strictement inferior a x2 مادام اعتبرنا x1 و x2 عنصرين أو عددين حقيقيين من المجال ناقص مولافين الصفر إذن x1 و x2 عندهم نفس الإشارة إذن هما عددين سليبين صندي نور نيغاتي إذن قد نشوفوا الصيغة f2x عندنا هنا عدد كسري إذن x راح في المقام إذا أحتاج x1 سنقوم بعمل في المقام إذن سنقوم بعمل 1 على x1 و 1 على x2 سنقوم بعمل المقلوب x1 و x2 و 1 على x2 ولكن واحد القاضية عندما يكون لدينا عددين مثلا a الصغر قطعا من b a e b son de même sin يعني عندهم نفس الإشارة عندما نقوم بعمل المقلوب نقوم بعمل 1 على a و 1 على b هذا الرمز يتغير يتغير أكبر قطعا إذا كان عندهم نفس الإشارة هنا x1 x2 son de même sin إذن سنقوم بعمل الرمز و لذلك عندما نقوم بعمل كما نلاحظ صغيرة الـ expression DLF أنا عندنا موان تخوا في البسط إذن سنضرب هذا الترتيب لعدد ناقص 3 إذن نضرب ناقص 3 في 1 على x أعود الثاني جي على اليمين نضرب في ناقص 3 منيك نضرب واحد تأطير معين في عدد سالي بيتغير الترتيب إذن كان عندنا أكبر قطعا أو لأصغر قطعا voilà إذن موان 3 sur x1 est strictement inférieur à موان 3 sur x2 باش بدين بدين بx1 أصغر قطعا من x2 لقينا بأن f de x1 على موان 3 sur x1 سيكون f de x1 أصغر قطعا من f de x2 كما نلاحظ بدين x1 أصغر قطعا من x2 ولقينا أصغر قطعا من f de x2 أصغر قطعا إذن هذا تزير يوديا إذن هذا بكل بساطة alors f est une fonction strictement est strictement est strictement 60 60 sur l'intervalle moins l'infini 0 كذلك إذن أم درسو تغيرات ديال dala f على المجال 0 plus l'infini ستجد أن dala تزايد لماذا x1 تعتبر x1 أصغر قطعة من x جوج إذن كنت أمي المجال 0 plus l'infini إذن عددين موجبين ستجد المقلوب 1 x1 أكبر قطعة 1 x jوج ستضرب التعطير في عدد سالب ليه هو moins 3 يتغير الترتيب إذن ستجد f x1 أصغر قطعة f x2 ستجد ف ف سأطير ستجد أسهل بذل ستجد ف ستجد س س س س س س س س ونفني 0 ونفني 0 ونفني 0 ونفني ايجي ون اتشاهدنا في هذا الوضع اتشاهدنا في عامة دارية هذا الموضوع الذي سيتم تلك الوضع الوضع على عامة 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 تغيري ورات السابقة هنا في العام الجز لدعوضها んで une athletes a la et ni rond 我们等下 Samsung est croissante vous six sur l'intervalles djy Trinityphng plus l'infini la fonction est croissante voilà mais tenaz dans le tableau de variation de la fonction f l'intervall moins l'infini 0 et ainsi sur l'intervalle 0 plus l'infini la fonction regiment إياد 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 ستوارسة بيكوارسة بيكوارسة إذن الآن بإذن إذن الغزي وعلي أو تعديد إذن الغزي هذا هو يقوم بالطقاء الأخيرة اختلاء ستوارسة إلى جسد الغزي إذا كان لديك عدد سالي دخلت هناك ناقص ستوليك ملاحظة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته